الراديو تسعين تسعين هواها مصر السلام عليكم ورحمة الله الحقيقة النهاردة في حدوتة فقهية هنكمل كلامنا على ما يحرم على الجنوب أو الحائد أو النفساء القيام به كنا قلنا امبارح إنه المحدث حدثا أكبر زي الجنوب والحائد والنفساء حدثا أكبر يعني إيه؟ حدثا يعني يمنع الإنسان من فعل أمور مخصوصة إيه الحاجات المخصوصة اللي يمنعها يحرم عليهم إنه هم يصلوا إنه هم يطوفوا إنه هم يمسوا المصحف بالنسبة للصلاة دي خلاص فيها إجماعة بالنسبة للطواف تقريبا جمهور الفقاء كلهم قالوا إنه يعني لا يجوز الطواف حول الكعبة إلا بهذه الطهارة ولكن البعض لم يشترط هذه الطهارة وبالنسبة لمس المصحف كان هو الخلاف مبارح وإحنا بنحكي لكم الخلاف ما بين الفقهاء جمهور الفقهاء قالوا لا يجوز للجنوب أو للحائد أو للنفساء مس المصحف أو القراءة أو قراءة القرآن الكريم إلا إنه الظاهرية قلنا الكلام ده مبارح الظاهرية وبعض التابعين وبعض العلماء الفقهاء زي سيدنا الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمه الله وغيرهم قالوا إنه يجوز للجنوب أو للحائد أو للنفساء قراءة القرآن ومسه طب يا جماعة الحدوتة سببها إيه قلت لكم مبارح إن الجمهور الفقهاء اللي قالوا ما ينفعشي استدلوا بحديث علي رضي الله عنه ورضاه اللي رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئون القرآن على كل حال ما لم يكن جنوبا إنما اللي أجازوا مس القرآن للجنوب وللحائد والنفساء والقراءة منه استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه والحديث دا تلقاه عند الإمام مسلم وأورده ابن حزم في المحلة طيب أنا عاوزك بقى تاخد بالك من حاجة يعني عندنا دلوقتي حديثين حديث بيسمح بمس القرآن للجنوب وحديث بيمنع بمس القرآن للجنوب فالرأيين دلوقتي شكلهم متعرضين خالص ترجح أنت أنهي والدليل أنهي لأن المالكية المالكية أجازوا حاجة بقى غريبة جدا دخلوا برأيي ثالث وواصطانوا المسألة المالكية قالوا إيه؟ قالوا إن القراءة اليسيرة للتعاوذ واحد عاوز يرئي نفسه بالقرآن واحد عاوز يتعاوز بالقرآن واحد عاوز يتبارك بالقرآن وإن كان جنوب أو حائد يجوز له زي آية الكرسي المعوذتين ونحو ذلك اللي هي آيات للإنسان واحد يحب يرى تبارك مثلا قبل ما ينام واحد عاوز يرى آية الكرسي فالمالكية جم رأيي وسط ما بين الاثنين يبقى الجمهور منع الظاهرية وبعض التابعين وابن تيمية أجازوا المالكية توسطانوا في الموضوع وقال لك يجوز آيات اللي بيتبارك بها الإنسان أو بتطمئن قلبه لا منع من ذلك وطبعا الأراء كلها بتدور حول إنه هل المؤمن ينجس ولا لا ينجس وهل الجنابة تعتبر نجاسة ولا لا فاللي قاله يجوز للجنوب إنه يمس القرآن أو للحائد أو النفساء قال لك لأنه مسلم والنبي عليه الصلاة والسرابون إن المؤمن لا ينجس وبالتالي ما فيش نجاسة واللي استدلوا بالمنع قالوا الآية القرآنية لا يمسه إلا المطهرون الله طيب ما الآية واضحة هي لكن الفريق الثاني رد قال لا لا يمسه إلا المطهرون مقصود بها الملائكة ما بيمسش القرآن حال نزوله من السماء على مواقع النجوم غير الملائكة اللي هم المطهرون أما لو كان أصده علينا كان قال لا يمسه إلا المطهرون خلاف بين العلماء حدوتها لطيفة جدا إنما الحقيقة اختلاف الفقه ده أفدنا ولا ضرنا أفدنا ما تقولش ضرنا يعني أنت لقيت واحد غيرك شايف الرأي دوت فهو معذور وشايف واحد تاني شايف الرأي ده فهو معذور فليعذر كله منا صاحبة خاصة بقى إن الموضوع دلوقتي انتشر على أجهزة الموبايل القرآن موجود على أجهزة الموبايل وأجهزة الكمبيوتر واللابتوب والأيباد ومعرفش إيه الله يعني معنى ذلك إن إحنا لو اتجهنا إلى التحريم شوف بقى التحريم ده حيصري إلى استخدام الأجهزة الألكترونية اللي بتحمل آيات القرآن واللي حرموها اضطروا لنقولوا لأ الأجهزة الإلكترونية لها حكم خاص ودخلنا في شغلانة تانية لكن الموضوع الحدوتة بتاعته لطيفة خالص أنت تستطيع الأخذ بأي من أو بأي الأراء التي استمعت إلي إيه تاني يحرم على الجنب وعلى النفساء وعلى الحائد قضية دخول المسجد قضية دخول المسجد وعن تفتكر الموضوع فيها كده يعني عادي كده إيه يطرى الجنب يقدر يدخل المسجد ولا لا الحائد تدخل المسجد ولا لا وحد يقولك يعني هو حيدخل المسجد إيه الضرورة في الموضوع افرد أني واحدة مثلا آآ آآ امرأة بتاخد درس تحفيظ قرآن في المسجد وجالها الظرف اللي بيعترى النساء هتعمل له السيدة الفاضلة هنقول لها امتني عن درس القرآن وتتخلف عن رفاقها بسبب الحائد مشكلة افرد واحد آآ مثلا كان على سفر ومعدي ونام استحلم لا سمح الله وعوز ويدخل المسجد عشان يصلي أو يعدي أو أي سبب من الأسباب أو شوف هالكلام ده وارد أو الكلام ده وارد دخول المسجد لأي سبب امره وارد افرد واحد في المسجد نفسه وكان معتكفا وحصل له احتلام يعمل ايه هل يقطع احتلامه وروح البيت ولا وحن وقت الصلاة ويسيبوا الصلاة ولا يصلي معاهم بتيمم ولا ايه التصرف حكاية لطيفة خالص شوفوا يا جماعة الجمهور الفقهاء لهم رأي في الموضوع ده يعني انقسم فيه انقسم فيه الفقهاء الى اكتر من رأي بعض الفقهاء قالوا لا يجوز دخول المسجد مطلقا للجنوب وللحائد وللنفساء على الإطلاق ده رأي الجمهور استدلوا بايه استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وجهوا هذه البيوت عن المساجد كانت البيوت فتحة على المساجد في الاول فالواحد علشان يدخل البيت وكان يضطر يعد من المسجد فالنبي قال لا وجهوا مدخل البيت بعيد عن المسجد وجهوا هذه البيوت عن المساجد فاني لا احل المسجد لحائد ولا لجنوب هذه الحديث يا سيدي بتاع ابو داود اختلفوا فيه عشان كده بعض الفقهاء قال لا هو اللي يحرم على الجنوب وعلى الحائد وعلى النفساء المكث في المسجد انه يفضل قاعد في المسجد سواء جالس او قائم انما يعدي مفيش مشكلة طب جبتوا كلام دا منين قالك من قوله تعالى ولا تقربوا الصلاة وانت السكارة حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا دي في صورة المائد الآية 43 الله دا القرآن بيقول ايه ولا جنوبا الا ايه اللي عابري سبيل حتى تغتسلوا فالقرآن هنا بنص الآية اباح للجنوب انه يعبر المسجد كعابر سبيل ف قالوا ايه بقى قالك لا قالك ولا جنوبا اللي عابري سبيل دا القصد انه هو ما تقربش موضع الصلاة يبقى 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 ما ينفعش انك انك انت تعدن من المسجد دا الفريد اولاني الفريد التاني قالك لا قالك ربنا اباح ان احنا نكون عابري سبيل يبقى يجوز ادي رأيين عند الفقهاء يبقى رأيه بيقول انه يجوز للجنوب وللحائد انه هم يعدوا من المسجد بس من غير ما يعدوا والرأيه التاني بيقول لا ما يجوزش اطلاقا ولا حتى بالمرور ولا حتى بالمرور عاوز اقولك بقى انه في رأيه تاني التالت قال لا يجوز للحائد وللنفساء انما الجنوب لا ليه قلتوا كده قالك لان الجنوب يقدر يغتسل ويقدر يرفع الحدث بالتامم انما الحائد هتستطيع انها تغتسل ازاي الحائد مش بيقديها انما الجنوب الغسل بيقديه ففرقوا ما بين الجنوب والحائد والنفساء قالك الحائد والنفساء تقدر تخش المسجد لاستماع مجلس العلم انما الجنوب لا لانه لابد ان يغتسل ثم يدخل الى المسجد ونكمل حدودتنا الفقهية بعد الفاصل ابقوا معنا فاصل وارجعنا لكم مرة تانية اعزائي المستمعين والمستمعات وكنا بنتكلم في حدودتنا الفقهية بتاعت النهاردة عن الحاجات اللي ما يعملهاش الجنوب والحائد والنفساء وقلنا الجنوب والحائد والنفساء يمتنعوا عن الصلاة وعن الطواف وعن مس المصحف وجينا لنقطة دخول المسجد ولقينا الخلاف فيها عجيب حدودتها جميلة خالص لان العلماء انقسموا فيها الى اربع اتجاهات الاتجاه الاول جمهور الفقهاء فيه شايف انه ما ينفعش على الاطلاق انه حد يكون ليه لانه النبي عليه السلام كما في حديث عائشة السابق نهى عن دخول للمسجد للجنب او للحقد او النفساء الفريق التاني قال لا يجوز للجنب والحقد والنفساء انهم يعدوا من المسجد لو كان طريقهم كده لو كان المسجد منفض على شارع تاني وهم زمان كان المسجد يبقى المسجد زي الرحبة جامع كبير والبيوت فتح عليه وهذا ما كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يجوز المرور دون اللبث يعني المكث لا انه يقعد فيه لا الرأي التالت قال حاجة عجيبة قوي قال الجنب لا انما الحقد والنفساء ممكن يعودوا في المسجد مفيش مشكلة ليه يا عم بتقوله كده قالك لان الجنب يقدر يغتسل الجنابة في ايديه انه يرفعها بالغسل انما الحقد والنفساء ما تقدرش تقول ايه انا هغتسل بعد ساعة لا مفيش كده لا تستطيع المرأة الحائد ان تغتسل الا بارتفاع دام الحيط ولا تستطيع المرأة النفساء ان تغتسل الا بانقطاع دام النفاس يبقى مش بايديها فدي لها عزر فدي تقدر تخش المسجد تنتظر لسماع درس او عزة او خلافه لا تمنع من ذلك فيما رأيي رابع في المسألة قالك انه يجوز على الاطلاق للجنوب وللحائد والنفساء دخول المسجد والنفس فيه مطلقا انها تقعد فيه ويقعد ويقعد استمتع بالعلم مش عبر سبيل بس ده مين ده كلام الظاهرية وده قاله الامام ابن المنذر الله الكلام ده كده ممكن دليلهم ايه دليلهم حديث ابو هريرة اللي انا قلته لكم يمكن من شوية والحديث مرفوع وقوله النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمنة لا ينجس المؤمن لا ينجس الله ده الحديث عند البخاري وبرده رواي الامام مسلم يعني الحديث صحيح يبقى كون المؤمن لا ينجس يبقى بتمنعه من المسجد ليه يبقى اللي ما بيقوله اللي حرم دخول الجنب او الحائد او النفساء الى المسجد ليس لديه دليل صحيح والاصل عدم التحريم عموما عندك اربع اقوال المنع المطلق الاباحة المطلقة العبور فقط دون المكث فيه دون الانتظار السماح للحائد والنفساء دون الجنوب اربع اراء نيجي بقى الاغسال المسنونة او الاغتسالات المسنونة هل فيه غسل يسن ان يفعل احنا عرفنا الاغسال الواجبة يعني متى يجب على المسلم انه يغتسل وقلنا يجب على المسلم انه يغتسل لو احتلام مثلا او او لو جامع لو مس الختان والختان او حصل اي نوع من الوع الالتقاء الجسدي بين الرجل وزوجته وقلنا الحائد والنفساء قلنا بقى كوش رحنا ده طب فيه بقى دي هنا بقى اللازم يغتسل ما فيهاش كلام طب ايه السنة في الغسل فيه ايه الاغسال المسنونة التي الحالات التي يسن يعني يستحب يعني يندب انه الانسان يغتسل فيها عندك يا سيدي غسل يوم الجمعة وعندك غسل يوم العيد وعندك غسل من غسل ميتا اللي هو غسل ميت اللي غسل ميت يغتسل اه سنة وعندك يا سيدي رابع نوع الغسل للإحرام وفيه غسل خاص لدخول المكة تمام عندك خمس اغسال مسنونة تحديدا الجمعة والعيد ومنغسل ميتا والغسل الإحرام ودخول مكة نتكلم عن كل واحد كده بإجاز ونقول الله مصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة المسلمين أجمعوا على إن غسل يوم الجمعة مشروع خد بالك لما قولك كلمة مشروع يعني محدش قال إنه بيدع يعني ليه أجر أهله أجر بس إيه بقى هل هو من الأمور الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هل هو سنة له أجر مخصوص حنشوف اختلفوا بقى في حكمه على قولين اتنين رأيه بيقول إنه غسل واجب يا خبر يعني السنة واجبة واجب آه قالوا إنه واجب ده مين قال الكلام ده ده بقى كلام الظهرية وجماعة من الفقهاء يعني فيه جماعة من الفقهاء قالوا بوجوب غسل يوم الجمعة هل تتخيل واستدلوا بإيه وحنشوف دلوقت إنما عاوز أقول لك الأول رأي للفريق التاني قال لا ده مستحب ده مندوب يعني ده مندوب بس مش واجب وده قول جمهور الفقهاء يعني جمهور الفقهاء قال لك ده مندوب إنما بعض الفقهاء قالوا نواشب تخيل حضرتك اللي قالوا نواجب اختلفوا ليه مع الجمهور طب جابوا الكلام ده منين إيه الحدوتة بتاعت الموضوع الحدوتة بتاعت الموضوع يا حضرات ده حديث سيدنا عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما لما بيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه إذا جاء أحدكم إلى الجمعات فليغتسل آه أظن ده حديث النبي واضح هو بالكلام يا أمة تقولون طب الحديث ده من ده البخاري ومسلم يا سيدنا رواه البخاري ومسلم طيب نقول الحديث مرة تانية إذا جاء أحدكم إلى الجمعات فليغتسل وفي حديث تاني عن سيدنا أبي سعيد بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول غسلوا يوم الجمعات واجب على كل محتلم طيب كلام جميل الحديث برضو في البخاري ومسلم يبقى فهمنا منه أنه غسل واجب بس في رأي تاني هو رأي جمهور قال لا يا جماعة ده مندوب أنه كلمة فليغتسل ديت على سبيل الاستحباب وكلمة واجب على كل محتلم يعني على سبيل الند وعلى سبيل الاستحباب لأنه أن النبي صلى الله صلى الله من الحديث بتعصمه ربن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ للجمعات فبها ونعمت ومن اغتسل فذلك أفضل شفتوا كلمة أفضل دي صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب إلى الند يعني يبقى هنا أنهي أفضل هو ده المعنى بتاع الحديث الحديث بيقول أن الغسل أفضل يبقى معنى ذلك أنه طالما الغسل أفضل أنه لو ما اغتسلش يقوم الجمعة وهو راح يصلي لا إثم عليه واستدلوا برضو الناس اللي قالت أنه الغسل مستحب مش واجب بحديث سيدنا أبو غريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام الحديث قال خدوا بالكم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة ما قالش من اغتسل يبقى عشان كده قال لك يبقى غسل الجمعة مندوب مستحب بس بصراحة بين وبينكم أدلة الظاهرية أقوى لو أنت شايف أن الغسل مندوب عادي قادي عندك الحديث وده رأي جمهور الفقهاء وانت على صواب بمشيئة الله سبحانه وتعالى إنما لو أنت شايف أنه واجب الحقيقة الدليل قوي جدا وهو حديث إذا جاء أحدكم إلى الجمعات فلياغتسل وقلت لك من الحديث رواه البخاري ومسلم يبقى نعود نفسينا على غسل يوم الجمعة لأنه أرجح سندا وأوجه وأقوى في الدليل والدليل بتاع الحديث ده إذا جاء أحدكم إلى الجمعات فلياغتسل بيوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به بشكل صريح وقته إمتى بقى يعني الحقيقة البعض قارن وقته يدى من بعد فجر يوم الجمعة والبعض الآخر بيقول لا ممكن بعد عشاء يوم الخميس يعني هي ليلة الجمعة يعني لكن هو الأرجح أنه وقت الغسل يبدأ من بعد الطلوع الفجر وينتهي بعد الفراغ من صلاة الجمعة اللي يغتسل بعد صلاة الجمعة يبقى ده غسل نظافة ما هواش اسمه غسل الجمعة يعني طبعا خدوا بالك الأحناف لهم برضو رأي في الموضوع قال لك لأنه الغسل ده ينتهي لصلاة العصر مش ينتهي بعد صلاة الجمعة ليه لأن الأحناف رأيهم أنه هذا الغسل لتكريم يوم الجمعة مش لتكريم صلاة الجمعة إنما الجمهور الفقهاء قالوا لتكريم صلاة الجمعة والرأيين كلهم خير والنظافة من الإيمان وربنا أتقبل وبعد الفاصل نكمل ابقوا معنا ورجعنا لكم مرة ثانية عزاء المستمعين والمستمعات في الحدوت الفقهية التي نتمتع فيها بالفقه ومعرفة الدين باختلاف الفقهاء ولماذا اختلفوا وما هي أراؤهم في هذه المسائل إحنا تكلمنا يا جماعة عن الأغسال أو الإغتسالات المسنونة يعني إيه الحاجات اللي يسن ويستحب إن الإنسان يغتسل فيها قلنا يوم الجمعة ويوم العيد ومن غسل ميتا والغسل الإحرام والغسل لدخول مكة تمام وتكلمنا عن غسل يوم الجمعة وقلنا الاختلاف اللي بين الفقهاء فيه وإنه جمهور الفقهاء شايف إن الإغتسال ليوم الجمعة سنة إنما بعض الفقهاء شايفين إن الإغتسال ليوم الجمعة واجب واللي قالوا إنه واجب يعني لازم تعملوا استدلوا بحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل فليغتسل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري هو مسلم وقلنا إنه هذا هو الرأي اللي احنا بتميل إليه النفس لكن اللي شايف إنه غسل يوم الجمعة سنة هذا أمر يخص فيه سؤال لطيف قوي هل غسل يوم الجمعة يحتاج إلى نية يعني أنا عرف إن أنا وأنا داخل أغتسل من الجنابة أو امرأة داخلة تغتسل من الحيد أو النفاس بتبقى نوية التطهر تمام ومال بقى اللي داخل عشان يصلم الجمعة نوية إيه يقول كده في سره نوية أغتسل ليوم الجمعة بس أو أغتسل للجمعة نوية الغسل الجمعة أو نوية غسل يوم الجمعة كده كله صحيح وما فيش عندنا أي مشاكل وتمام يبقى الأفضل إنه يحتاج إلى نية لإنه عبادة عبادة مستقلة ليك أجري من الله عليها طيب افرد يوم الجمعة إنت أغتسل وكنت على جنابها يبقى اجتمع غسلين اتنين اجتمع غسلين اتنين هل يجوز إن الاتنين يدخلوا في بعض يبقى الاتنين أقول نوية غسل الجنابة والجمعة مع بعض ما فيش أي مشكلة واغتسل مرتين لا هو الغسل مرة واحدة إنما خد النيتين يبقى غسل واحد بنيتين اتنين خدت أجرين أجر رفع الجنابة وأجر التقرب إلى الله في صلاة الجمعة حاجة جميلة أو تعال بقى الغسل يوم العيد يقصد عيد الأطحى وعيد الفطر هما دول العيدين اللي عندنا حضرتك ده سنة في يوم العيد غسل يوم العيد سنة سنة عن النبي صلى الله سلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم الفطر ويوم النحر يوم الفطر معروف يوم النحر اللي هو العيد الكبير يعني تمام وطبعا ده سنة عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم بمجب حديث ابن عباس في غسل تالت بقى من المسنونات اللطيفة غسل من غسل ميتا غسل من غسل ميتا طيب ايه من غسل ميتا الحياة الحديث بتاع غسل ميتا الحديث مرفوعا سيدنا ابي هريرة رضي الله عنه ارضاه بيقول من غسل ميتا فليغتسل ومن مسه فليتوضأ ده كلام مين ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من غسل ميتا فليغتسل شوف اظن الحديث واضحة الحديث بيتكلمك عن اللي يغسل ميت من غسل ميتا فليغتسل كلام النبي عليه الصلاة والسلام طيب طب لما نسمع كلام النبي هتقول ليه عقلا 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 لا ما فيهاش عقلا دي أمور تعبودية عن النبي صلى الله عليه وسلم أمور تعبودية ما بنعملش فيها العقل إنه بناخدها زي ما جدت عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تمام وعشان كده البعض تشدد في المسألة قالك ده ياجب إنه يغتسل يبقى معنى كده إنه من غسل ميتا فليغتسل من غسل ميتا فليغتسل ده اللي بيغتأ أمال بقى اللي واقف مش بيلمس الجثمان بيناول الراجل مثلا فوطة ولا بيناول المغسل كوز مية ولا بتاع لا ده مش داخل في الحديث نحن بنتكلم عن مغسلات نفسه من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله بقى ده يعمل إيه ده يعيد الوضوء فليطى والضأ يبقى إن الأغسال المسنونة نقولها تاني الاغتسالات التي يسن للمرء أن يكون عليها غسل يوم الجمعة أدي واحد وغسل يوم العيد أدي اثنين وغسل من غسل ميتا أدي ثلاثة في بقى حاجة ربعة اسمها الغسل للإحرام الإحرام طبعا شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى ربنا يقول فمن حج البيت أو اعتمرا فلا جناح عليه أي يتواف بهم من حج البيت أو اعتمر انت دخل على شعيرة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خذوا عني مناسككم علشان كده قالوا إن غسل للإحرام سنة تب جبتم منين الكلام ده يا جماعة قالك من حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل إيه معنى كلمة إهلاله إهلال لبيك اللهم لبيك أهو ده اسم الإهلال النبي عليه الصلاة والسلام عشان يهل تجرد أي خلع منابسه واغتسل صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على إنه ثابت عن نبيه والحديث رواه الترمزي طب خامس نوع من أنواع الغسل حضرات بقى الغسل عند دخول مكة مكة دية بلد الله الحرام مكة لربنا عز وجل حماها وشرفها وطيبها وباركها وأحب بلاد الله إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم واللي ربنا يقول لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد اللي هي مكة المكرمة والتين والزيتون وتورسين وهذا البلد الأمين اللي هي مكة المكرمة شرفها الله وكرمها الله فانت داخل بلد الله فانت داخل تغتسل قبل ما تخش طبعا تكون انت مثلا في القوتيل بتاعك في جدة مثلا تغتسل قبل ما تتحرك وتخش على مكة أو لو انت اغتسلت في مصر ركبت الطيارة والنزل على برضو نفس الشيء حققت المطلوب وتبدسلنا لي لحديث ابن عباس رضي الله عنه ارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك يعني هذا هو اسلوب النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري لمن شاء طب نجي بقى نتكلم على حاجة تانية احنا اتكلمنا عن الاغسال المسنونة والتي يسن للمرء ان يغتسل اذا اراد ان يفعلها زي احنا قلنا اللهم صلى على نبي الغسل ليه يوم الجمعة والغسل للعيدين والغسل لمن غسل ميتا والغسل للإحرام والغسل لدخول مكة طب ما بعد الاغسال المسنونة دي ما تيجوا نتكلم عن حاجة مهمة جدا وكلنا محتاجنا او بنحتاجها في اوقات مختلفة اسمها التهمم التهمم ده نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى ليه لانه التهمم ده امر مشروع بيوريك ان الحكم بينتقل من شكل الى شكل ومن حال الى حال لانه احيانا يتعذر استعمال الماء واحد يتعذر استعمال الماء لانه المية مش موجودة واحد انقطع عنه الماء هل سقطت عنه الصلاة لا ما سقطتش ينتقل الى الحل التاني الامر التاني تعذر استعمال الماء زي المرض واحد من الخطر انه يلمس المية لأي سبب من الاسباب طب هيعمل ايه طب الحالة التالتة لو واحد قام جنوب ويصعب عليه جدا انه يتوضأ بسبب وجوده في مكان غير بيته او وجوده في مكان لا يسمح له بالاستحمام طب هيعمل ايه بقى نقول له ما تصليش ولا في حل شفت احوال كتير جدا بتعترينا جميعا وبنبقاش عارفين نتصرف فيها ازاي بيجي بقى التيمم اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال اعطيته خمسا لم يعطهن نبي قبلي منها جعلت لها الارض مسجدا وطهورا فالتيمم وارد وثابت بالكتاب والسنة وبالاجماع لان ربنا بقوله وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائت او لعمستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبة يا صلاة النبي على كرم الله دي في صورة المائدة يعني فتيمموا صعيدا طيبة يبقى ربنا ما ضياق علينا برحمته وبعافيته والدليل ذلك من السنة حديث جابر رضي الله عنه ارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لها الارض مسجدا وطهورا فايما رجل ادرقته الصلاة فليصل اذا هذا من باب التيسير من الله تبارك وتعالى وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز التيمم من الحدث الاصغر ومن الحدث الاكبر ايضا لان الاية واضحة في ذلك عموما اخوة الامان والاسلام سنتكلم في هذه المساعدة المسائل العظيمة من الفقه في حدوتة فقهية غدا بمشيئة الله وانه والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة